تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية هذا وشهدت الجيزة إقبالاً كثيفاً من المواطنين للاستفادة من تلك المبادرة تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية ومن أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية تواصل مؤسسة حياة كريمة إطلاق العديد من المبادرات لتوفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين حيث شهدت محافظة الجيزة إقبالاً كثيفاً من المواطنين للاستفادة من المبادرة مستمرين لليوم الرابع عشر على التوالي سواء بقى على المنافذ السابتة أو المنافذ المتحركة المنافذ اللي بدأنا نغطي فيها سبع محافظات كامرحلة أولى على مصرات الجمهورية محافظات القائرة القبرى الجيزة وقائرة الألوبية ومحافظة الإسماعيلية والشارعية ونضم مؤخراً محافظات البحيرة وكفر الشيخ وبنسويف والدهلية لا المبادرة مية مية والحمد لله والله وقويسة الحمد لله توفر مؤسسة حياة كريمة منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية لمساعدة الأسر على مواجهة أعباء المعيشة تنفيذة للتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة أوجه الدعم للمواطنين خاصة الأكثر احتياجاً نحن منتشرين على مستقم محافظة الجيزة يومياً نستهدف الأماكن الأكثر تزحوماً بالنسبة لعربات المتنقلة الشوادر عندنا منتشرة في محافظة الجيزة عندنا النهاردة نحن وقفين في شادر منطقة حدار الأهرام أنا بقى لي أسبوع دلوقت متطوعة في الشادر هنا في إقبال ما شاء الله الناس كل يوم بيقولوني روفيو عن اللحمة وعن جودتها وكل يوم مثلاً بيجيبوا قريبهم تاني يوم اللحوم التي توفرها المبادرة تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها فضلاً عن ضمان الأسعار التنافسية لتكون في متناول الجميع أحمد الحسيني التلفزيون المصري